إِنِّي بِاللَّهِ يَقِينِي مَا أَحْسَنَ حُكْمَ الدِّينِي مَعَهُ وَصِرْنَا حَقًّا فِيهِ حِسْنٍ وَاللَّهِ حَصِينِي مَعَهُ وصِرْنَا حَقًّا فِيهِ حِسْنٍ وَاللَّهِ حَصِينِي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد إخواني وأخواتي أعزكم الله ولطف بكم في الدارين سؤالنا اليوم هو ماذا يجوز للمريض أن يكشف من عورته عند الطبيب الجواب عن هذا السؤال ينبغي أولا أن يعرف وأن يفهم أن المرأة بالنسبة لغير الزوج كل الجسد إلا الوجه والكفين ثم بالنسبة للمحارم يعني الأب، الأخ، العم، الخال، الجد، الأبناء تستر ما بين السرة والركبة أمامهم يعني حرام عليها حتى أمام الأب، حتى أمام الأبناء، حتى أمام البنات حرام عليها أن تكشف ما بين السرة والركبة حرام، فأمام الطبيب ماذا تفعل، ماذا تكشف من جسدها الجواب عن ذلك أن الداء العل المرض إذا كان مثلا في ظهر الكف لا يجوز لها أن تكشف شيئا من عورتها لأن ظهر الكف ليس عورة فتريه ينظر ولا تحتاج إلى أن تكشف شيئا من عورتها أما إذا كانت العلة في موضع العورة مثلا في رقبتها أو في كتفها لا يجوز لها أن تكشف كل جسدها من فوق لا يجوز لها أن ترفع الخمار الحجاب يعني اليوم بالعامية يقولون لهذا الخمار لهو المنديل يعني بتغطي راسها وبتغطي صفحة العنق والعنق والرقبة بالمنديل، بالخمار أو بالإشارب مثلا إذا كانت العلة في الكتف أو في العنق ما بيجوز تكشف شعرها وراسها ما بيجوز تكشف جسمها كله من فوق هذا حرام لا يجوز ولو كان عند الطبيب ثم قبل أن تذهب إلى الطبيب تسأل عن الطبيبة الماهرة تسأل عن الطبيبة الماهرة فتذهب إليها فإن لم تجد أو كانت ليست ماهرة تؤذيها تضرها تلحق بها أذن فتذهب إلى الطبيب وتكشف موضع العلة فقط تكشف موضع العلة فقط وهذا للضرورة للحاجة ولا تكون وحدها مع الطبيب إنما تأخذ زوجها معها أو تأخذ مثلا ولد من أولادها مثلا أو أخ من إخوتها هنا هذا الموضع أو في العنق أو في الكتف أو في الرقبة أو في الظهر يجوز لها أن تكشف هذا أمام الأخ والابن فبتيخدوا معها عند الطبيب لأجل أن لا تختلي بالطبيب وحده يعني حتى ما يكون في خلوة محرمة بينها وبين الطبيب طيب إذا كان موضع العلاج والمرض بين السرة والركبة ما قلنا هذا ما بتكشفه قدام خيها ولا قدام ابنها فتأخذ الزوج أمام الزوج تستطيع أن تكشف الموضع الذي هو بين السرة والركبة وبالنسبة للطبيب لا تكشف كل الفخز أو كل ما بين السرة والركبة لا إنما تكشف فقط موضع المرض موضع العلة الذي لا بد من أن يراه الطبيب لأجل العلاج لأجل أن لا يزداد المرض ولا ينتشر ولا يلحقها ضرر وهلاك فإذن لا بد أن تراعي المرأة أنها أمام الطبيب لا تستطيع أن تكشف عن أكثر من موضع الحاجة إذا كان في موضع العورة أما قلنا ظهر الكف ليس عورة يراه لكن اللمس لا تمكنه من اللمس إلا إذا كان لحاجة وإذا كان بيقدر يلبس كفوف لا تمكنه من اللمس والإمساك بيدها بدون قفازات يعني بدون كفوف أما إذا كان لا بد من ذلك ومع القفاز لا يستطيع إنما قد يحصل ضرر في الجراحة مثلا هذا موضوع آخر أما ما لم يكن ضرورة لللمس ما لم يكن ضرورة للإمساك بيدها بيده بدون حائل ما لم يكن ضرورة لا تمكنه أما إن كانت ضرورة فللضرورة أحكام فللضرورة أحكام أليست المرأة أحيانا قد تذهب لأجل الولادة عند الطبيب؟ يعني كأن لا توجد إمرأة مسلمة طبيبة ماهرة لا توجد في البلد أو لا يوجد صبي ماهر عرفة واختبرة لا يوجد إذن يوجد طبيب مسلم وإن لم يساعدها في الولادة تهلك فهنا للضرورة تكشف أمامه موضع الحاجة يعني تغطي الجسد من فوق وتحاول أن تلبس شيء أو تغطي بشرشف مثلا أو رداء وتكشف موضع الحاجة اليوم بعض النساء المستهترات المتهاونات المتسرعات المتهتكات بتكون مثلا علتها بكتبها تشلح كل تيابها عند الدكتور هذا حرام هذا لا يجوز بتكون علتها بأصبعها تشلح تيابها هذا حرام يعني تكشف عورتها لا يجوز عصة الله تعالى إذن يمكن الطبيب من النظر لموضع العلة ليس أكثر وتكشف موضع العلة وليس أكثر وتراعي أن لا تختلي به كم من مصيبة حصلت في هذا العصر من أطباء خبثاء ملاعين اعتدوا على مريضات تكون المريضة شابة وجميلة فيحبها أو تميل نفسه الخبيثة إليها يعطيها منوم فيزني بها يزني بها أو يلعب بها ليس شرطا إلى حد الزنة مع أنه قد حصل في بيروت حصل في بعلبك حصل وخارج لبنان حصل في بعض بلاد الغرب واحد أمسكته الدولة اعترف أنه زنى بعشرين امرأة بهذه الطريقة وهو دكتور وهو دكتور وهنا في بيروت حصل فإذا قد يعطيها منوم لمص ساعة لتلت ساعة وقد يزني بها أو يعمل مقدمات الزنة معها وهي نائمة قد يعمل مقدمات الزنة معها وهي نائمة فإذا لا تذهب وحدها تذهب مع زوج أو مع محرم وتراعي الأحكام التي شرحناها أما لغير ضرورة لغير حاجة ليس لها أن تكشف عورتها أمام الطبيب ولا حتى أمام الطبيبة إذا كان بين السرة والركبة حتى طبيبة الإمرأة ما بيجوز أن المريضة تكشف ما بين السرة والركبة لغير حاجة لغير ضرورة إنما تشرح لها تصف لها وتعطيها العلاج لأنه ما في حاجة ما في ضرورة فاليوم بعض النساء تعودوا تكشف عورتها أمام الطبيب لغير ضرورة لغير حاجة أو تكشف أكثر من موضع العلة تكشف أكثر من موضع الحاجة والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه وإلى كفيه صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صححه الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه الأحاديث الصحاح أو المختارة له اسمين يعني الكتاب هذه بعض الأحكام على وجه السرعة المتعلقة بكشف العورة وهناك أحكام ومسائل كثيرة لكن قبل الآن قلت لكم هذا البرنامج هو سؤال وجواب لن نشرح بإسهاب وتوسع ولن نمناظر واستحضار الأدلة إنما هو بأسلوب سؤال وجواب ومع ذلك أحيانا نتوسع أو نزيد للحاجة أو للفائدة فإذا ينبغي على النساء أن تنتبه لأن المرأة التي تتهاون بهذا الأمر يخشى عليها من مفسد عظيمة ويخشى عليها من ضرر كبير وهنا قد يؤدي إلى مقتلة بين الأهل بين الزوج والطبيب أو ما شابه إن حصل واعتدى عليها والعياذ بالله فلتتق الله المرأة ولتحفظ نفسها وتحافظ على جسدها وعلى بدنها ولا تكشف إلا ما تدعو الضرورة إلا ما تدعو الضرورة والحاجة إليه مع وجود الزوج أو المحرم وبلا خلوة وكما قلنا حسب الموضع على التفصيل الذي شرحناه والحمد لله رب العالمين إني بالله يقيني ما أحسن حكم الديني معه وصرنا حقا في حسن والله حصيني معه وصرنا حقا في حسن والله حصيني موسيقى موسيقى